سيد سامير بالفقه بصفتك عضو دي المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما هو تعليقكم آخر قرار دائره سيد بن شماس هو طرد سيد أحمد خشيشن من المكتب السياسي ومن المسؤولية في الحزب أولا هذا ليست بطرد هذا كان تعيين سيد الأمي العام ليسيد أحمد خشيشن كعود المكتب السياسي بمقتضى قرار المجلس الوطني الذي خول للأمي العام تعيين سبعة دي الأهضاء في المكتب السياسي إذن هو من عين سيد حمد خشيشن داخل المكتب السياسي هو من لا يعود له الحق في سحب هذا التعيين وعنده تقدير دياله نظرا المجموعة من الحيتيات اللي وردت في البيان الأخير اللي أكيد هو أن هذا القرار يأتي في إطار تدافع تنظيمي حاد داخل الحزب الأصالة والمعاصرة ورب ضرراتي النافعة لأن هذا التدافع يأتي في أعطانا واحد الفرص طبيعي فرص طبيعي بين جوجد الإرادات هل يصح لسيد الأمي العام أن يطرد عضو من المكتب السياسي بدون أن يمر من اللجنة التعذيبية؟ أولا كما قلت لا هذا ليس بالطرد هذا بتجريد سيد حميد خشيشن من طرف سيد الأمي العام لعضويته في المكتب السياسي وأنا شرحت الأسباب لأكيد هو أنه كما قلت بأن هذا القرار يأتي في إطار تدافع تنظيمي حاد وصلنا لفرص طبيعي بين جوجد الإرادات داخل الحزب الأصالة والمعاصرة الإرادة الأولى تعبر عنها مؤسسات الحزب الأمانة العامة المكتب السياسي المكتب الفيدرالي الهيئة الوطنية المنتخبين البرلمانيين غالبية الشباب جميع مؤسسات الحزب هذه الدينامية تعبر عن هذه المؤسسات في احترام من تام لروح مشروع الأصالة والمعاصرة في المقابل هناك إرادة يعبر عنها بعض الأشخاص قلائل 3 أو 4 أو 5 يحاولون اختزال الحزب في دوته إذن اليوم نحن أمام فرص طبيعي واللي جاء نتيجة سنوات من تدبير في سياق خاص واليوم حان الوقت باش المؤسسات تأخذ تلعب الدور دياله الحقيقي والدور دياله المسؤول وأن الحكم الفصل هو القانو القوانين القانو الأساسي والنظام الداخلي للحزب هناك إزمة ويعبروا عنها هذه الإزمة وعن الغضب ديالتسير ديالحزب وعن في آلة تدقون تدير ربعات الأشخاص ولكن هما محصوبين بالعدد كبير منهم الموقعين على مية وخمسة في اللائحة ديالتكوين للجنة التهيئية للمؤتمر المقبل لا هذا كلام مرضود عليه باش ما نبقوش أنه يكون في سنافي كتعرف شنو مع انت أمي تومان أمي تومان هو هذا الشخص اللي كيدخل واحد لوهم للرسول ولا شي كتباه وتيتيقه وتيبقى غديبه اليوم الأمور واضحة أنه نحن كان موعيد للجنة التحذيرية الأمير العام رفع الجلسة تم تطاول على اختصاصات الأمير العام في تبخيص تامين لمؤسسات الحزب اللجنة الأخلاقية تم عرض الملف كامل ديالجنة التحذيرية ديالما وحدتها اليوم للجنة التحذيرية وهذا قد يعطي الأمور المجردية هناك كلام يروج حول أنه الأمير العام ليس له الحق لأخذ مجموعة من القرارات اللي يخدموا سبقا مثلا النقطة المتعلقة بإعفاء المنصقين الجهويين تسعة وهنا أحيل أنه ارتكز في القرار دياله على المادة تسعود ستين من نظام الداخلي واضح ولم يتم تعديلها يوما من الأيام كان مقترح تشكلت الجنة في الضورة 22 في أكتوبر 2017 على أسس أنها تشتغل لتغيير مجموعة من المواد في النظام الداخلي ولكن لم يعرض إلى يومنا هذا وبالحجة القاطعة على أنظار المجلس الوطني تعديل أي مادة من النظام الداخلي باستثناء على معتقية المادة 53 لأنها كانت فيها واحدة حالة ديالتنا لك إذن الأمير العام رتكز على المادة 90 وهذا قوة تنظيمية وقوة قانونية واضحة لا نقاشة فيها ولا جيدة غلّة بغشي وحدي وهم نفسه الله يعونه وش ما تشوفي أن الحزب أمام هذه الصعوبات وهذه الأزمة أنه غادي للانشقاق لأنه هذا ما يعبره عنه الطرف الآخر انشقاق أنه حزبين غادي بشي شوف هذه ستون ديناميك ذيرتويوز هذه ستون ديناميك لأنه اليوم بعد عشرة سنوات اليوم حان الوقت لإعادة الحزب إلى وضعه الطبيعي وإلى مصاره الصحيح لأنه بعض الأشخاص بمقاربة جهوية ومحضة والقاسم المشترك بينتهم ليس هو فقط العمل السياسي النبيل وهناك مسائل أخرى يمكن تطرقوا ليها في المستقبل هذه المسألة انشقاقية يمكن غيشي واحد اللي عندوها في دماغه الحزب والمناضيلات والمناضيلين والمؤسسات والبرلمانين كلهم ملتف حول المؤسسات وحول الشرعية إذن صحة الحزب هي جيدة؟ بالعكس بالعكس أكثر إلا كان شي واحتي يهم وتيراهن على نفسه بإنه يمكن يلعب ويدي القيمة المضافة ليكيدي حزب المعاصرة في المشهد سياتيرا غالط حزب الأسر والمعاصرة غي يلعب دور دياله لما نطبيه في نسيجام عروح المشروع وروح التأسيس وغي يقول الكلمة دياله في جميع المحطات المقبلة اليوم ما يمكنش نسمحوه لأي كان ولأنه مثالين عبدالإله بن كيران يكون عندو امتداد داخل حزب الأسر والمعاصرة ولا يكون عندو شي ممتيل له وكي أدي الدور بالوكالة لا احنا اليوم الحاكم هو الروح المشروع هو النظام الداخلي هو مؤسسات الحزب هو شرعية المؤسسات لا أقل ولا أكثر والحزب حاضر وهذه رسالة للمناضيلات والجميع الفاعلين السياسيين في البلاد بأن هذه أزمة تنظيمية عابرة سحابة في صيف سحابة عابرة في صيف والحزب غيرجع للحيوية دياله الدينامية دياله في الأيام المقبلة